موسيقى موسيقى وإلى أخبار اتحاد الكرة والمنتخب الوطني حيث تواصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الاتحاد البرتغالي على عدم وضع أي شروط جزائية في عقد المباراة الودية بين المنتخبين والمقرر لها 23 من مارس المقبل في مدينة زيريخ السويسرية ومن المقرر أن ينتهي اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن راعي الاتحاد من تجهيز العقود لتوقيعها خلال ساعات موسيقى اقترب الحكم الإماراتي محمد عبدالله من إدارة مباراة الأهل والمصري في السفر المصري والمقرر لها 12 من يناير المقبل وقال عصام عبد الفتاح عضو مجلس اتحاد الكرة المصري أن الدولي الإماراتي محمد عبدالله هو المرشح الأول لإدارة المباراة والمقرر إقابتها على ملعبها الزعب الزايد موسيقى أورو أورو يمكننا أن تكونوب ولكننا ندرسه أين أحضر أورو 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 هو المسكوطة المدينة 2018 فيفا ورلد كوب أوضح الأرهنسيلي هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني السبب في اختياره لمدينة جروزني مقرن لإقامة الفريق في نهائيات كاس العالم والمقررة في يونيو من العام المقبل وقال كوبر أن وجود ملعب رائع للتدريب عبارة عن استاذ المدينة بالإضافة إلى وجود الكثير من العوامل الإيجابية في المدينة سهمت في اختيارها فوقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونزيال بصحبة منتخبات السعودية روسيا وأوروبوي وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى ولكن قبل ذلك أشهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بعد أن اتفق المجلس على إقامة مباراة أثلاتكو مدريد الودية وقال عبد العزيز في حوار خاص مع قناة الأهلي أن الدور الوطني للنادي الأهلي ليس غريبا عليه مؤكدا أن اللقاء الذي سيقوم تحت شعار السلام ضد الإرهاب جاء في الوقت المناسب وستقوم قناة الأهلي ببث اللقاء كاملا عبر برنامج رسالة سلام مع الزميل محمد الجندي في التأسيع مساء اشتركوا في القناة